السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بالف صحة والف خير معكم ام احمد من المطبخي مطبخ البيت المعمور ان شاء الله النهاردة هنعمل محش الكروم بالنيف نايد بأسهل وألز طريق هنبدأ بسم الله ده كله رز يا حبيبي بغسله مصف من المياه كويس جدا بصوا سبته حوالي عشر دقايق على مصفة كل المياه اللي فيه ودلوقتي هنبدأ بسم الله دي البولة اللي هنعمل فيها خلطة الرز للمحش ودي بصلية كبيرة فرماها في الكب هحطها على الرز ودول تلات فصوص طوم على فلفلتين حار مهروسين كويس جدا مع بعض التوم مع الفلفل هنحطه على الرز كلا ودي التوابل معلقة فلفل اسمر معلقة كمون معلقة كسبرة ناشفة معلقة مرأة دجاج من اللي هي السايبة كل التوابل بمعلقة صغيرة مهرمة نحطها كده على الرز ودي سلسط طماطم اللي بنعملها في البيت كبشتين ونص كده مليانين وطبعا سلسط الطماطم عليها ملح وعليها معلقة سكر الخضرة شابة وبقدونس وكسبرة غسلها كويس جدا ومصفيها من المياه ومقطعها صغير بالشكل دو نحطها على الرز هحطها على الرز معلقة دهنة ليا يا حبيبة لو ما عندكوش دهنة ليا حطوا حتة زبدة فرنة اي زبدة لو ما في الزبدة كفاء الزبدة حطيت الزبدة يا حبيبة هنقلب كل المكونات دي في الرز بسم الله قلبت كل حاجة في الرز يا حبيبة دلوقتي بقى هنشوفها نعمله ودلوقتي دي كرومبها غسلتها كويس جدا ونضفتها من الورق الاخدر وسلقتها وابتعطها بالشكل ده حبيبة عاملين محشي الكرومب مرتين مع بعض وسلقين الكرومب انا قلت عشان ما طولش عليكم الفيديو بقى اسلقوا مع نفس وطبعا واحنا بنسلق الكرومب بنحط ثلاث معلق سكر في مية السليق وطبعا واحنا بنسلق الكرومب اهم حاجة ما يبقى شر الصباق المحشى على الرز منبار ولا حسب ما انتو بتحبوا بقى الرز بتاعه كتير قليل انا بلف واحدة واحدة برضو عشانكم انا بلف المحش بسرعة جدا انا بلفت يا حبيبة خلصت المحشة ها لفت كل ورق الكرومب انما في اخواتنا العرب بيقولوا على الملفوف خلصنا الملفوفة يا حبيبة وهنرسه في الحلة انا كنت بحشي وحط في السيرفيس عشان الكاميرا مكادش هتجيب الحلة وانا برس فيها المحشة ودي حبيبة الحلة اللي هنحط فيها المحشة ها هنجيب اللي اخدر ده الاول وهو يا حبيبة هنرسه كده في الحلة ببعد ما رسيت المحشة في الحلة ها يلا بنا على البوتوجاز نسوي حلة المحشة الجميلة جدا ده اكل الشتاء الجبار بعد نحط فيها الشربة بسم الله شربة اللحمة يا حبيبة ما شاء الله دسمة جدا وعليها كل حاجة لازم نهز حلة المحشة كده يا حبيبة عشان الشربة تتوزع فيها كلها ودلوقت حطيت الشربة للمحشة ها حبيبة ولع على المحشة ولعت على حلة المحشة هغطيها بقى يا حبيبة بتستوي وارجعلوك المحشة تشرب كل الشربة اللي حطناها ها لو المحشة عس شربة تاني بنحطله بالكبشة ودلوقت تشرب كل الشربة ها بيتكتك بقى فيه شربة بسيط هنوطي عليه يكمل سيوه على نار هادية ونقدمه مع بعض هنغطي الحلة يا حبيبة المحشة بعد ما استوي مصيحة بايبة الحلة مفيش حباية رز برا الصباح ما شاء الله علي هفضي دلوقت في السيرفيس نهز الحلة كده قبل ما نفضيه مصيحة بايبة المحشة بعد ما حطنا في طبق التقديمه ها اعملوا المحشة النيف ناي بطريقتهم محمد وبأمر اللي روعة فوق الوصف وانتو اللي هتجربوه تحكموا بنفسك ولو عجبكم الفيديو حبايب لايك وشير واشتراك للقناة وابدعواتكو يا حبايب قلبي حبكو في الله شير في الخير يا حبايب نلتقي في فيديو جديد